ارتفعت سعر واناتفة تعاملتها الخاميس لتمحو خسائر سابقة وتوقعات بتعزيز الأداء الاقتصادي وارتفاع الطلب على الوقود وصعدت العقود الآجلة لخام برانت بـ 17 سنة لتتجاوز 79 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسط الأمريكي بـ 23 سنة ليبلغ 77 دولار للبرميل وانخفض الخامان بأكثر من 1% في الجلسة الماضية بعد ارتفاع مخزونته الخام الأمريكي على النحو غير متوقع مع انتشار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط